الرفض والتوبيخ والاتباع اسلوب العناد مع العيال وخصوصا إذا كانوا من المراهقين ممكن يؤدي لحالة تمرد عندهم شنو هي الأسباب وشنو هو الأسلوب الأمثل للتعامل معهم وشنو ممكن احتوائهم هذه راح نعرفه مع ضيفتنا الدكتورة مونة القطان استشارية اجتماعية والتربوية صبح عليك بالخير وكل عام أنت بخير محسن العيادة الوطنية صبحكم الله بالنور وأنا سعيدة بوجودي معاكم وكل عام وكويتنا الحبيبة بخير يا رب إن شاء الله دكتورة مونة دائما بس يكون فيه مراهق في البيت تشوفين البيت كله في حالة استنفار والأم تشتكي والأب يشتكي يعني دائما يحسسون أن وجود المراهق كأنه قنبله موقوتها صحيح يصير الوضع شد طول الوقت مع الأهل مهم عارفين يتعاملون معهم من المشاكل اللي دائما تمر عليك اللي تواجه أغلب الأهل في حالة وجود مراهق عندهم في البيت شنو ممكن تكون نعم بسم الله الرحمن الرحيم إحنا في البداية يعني مقدمتك جميلة لأنه فعلا هو واقع نعيشها إحنا المشكلة في ردود أفعالنا في تعاملنا مع هذا الموقف أو هذا الإنسان أو هذا التصرف أو هذا الفعل حتى يكون لدينا ردة الفعل هذه المبالغ فيها قد يكون ردة الفعل المبالغ فيها معناته أننا مقادرين أننا نوصل إلى الأسلوب الصحيح للتعامل مع هذا الموقف أو مع هذا الإنسان بممارسته سلوك معين لذلك لازم نحط في بالنا إذا كان عندنا طبعا إطلاع عندنا ثقافة عندنا دراية لابد من معرفة خصائص هذه المرحلة العمرية لازم نعرف أن مرحلة المراهقة مرحلة طبيعية يمر فيها كل إنسان من مراحل النمو إحنا مرينا فيها عيالنا الجيل القادم مرحلة لابد منها ولازم نعرف أنها مرحلة مهمة لتكوين شخصية هذا الإنسان مرحلة المراهقة تنقسم إلى ثلاث أقسام في عندنا مبكرة وفي عندنا متوسطة وفي عندنا متأخرة وعندنا الفتاة تبدي بعمر مبكر غير عن الذكور الفتاة تبدي من عمر 12 سنة إلى 18 والمراهقة المتأخرة إلى 21 سنة الذكور يبدون من 13 فعندنا المبكرة الذكور من 13 إلى 15 المتوسطة من 15 إلى 18 المتأخرة من 18 إلى 21 كل مرحلة فيهم لها طابع خاص إذا عرفنا هذه الخصائص عرفنا طبيعة النمو التغيرات النفسية والانفعالية التغير الإدراكي والعقلي التغير الجسمي الذي يحدث منه الرمونات والتغيرات هذه كلها التغير في المعتقدات اللي موجودة في المجتمع اللي هو نسمي النمو الاجتماعي النمو الديني شفتي هذه أنواع النمو لابد من معرفة الأساليب الصحيحة التربوية والقيامية للتعامل مع كل نوع من أنواع النمو إذا ما عرفنا إذن إحنا راح نسيء التصرف اللي حضرت اشتفضلتي فيه من البداية اللي هو السؤال المطروح إنه في مشاكل قد تواجهنا إحنا كآباء أو حتى كمربين كمعلمين داخل المدارس يصعب علينا أن إحنا نتعامل مع هذا المراهق في أسباب كثيرة إذا إحنا ما تفهمنا هذه التغيرات التي تطرع على المراهق إذن ما راح نحسن التصرف إذا إحنا ما عرفنا الاستراتيجيات الصحيحة إذن إحنا ما راح نمارس السلوك الصحيح في ردة الفعل خصائص هذه المرحلة أختي إنه عندهم تغيرات انفعالية عندهم تغيرات مزاجية هي مرحلة إثبات الوجود وتأكيد الذات مرحلة فيها استقلالية مرحلة يركز فيها المراهق على الأصدقاء أكثر من الأهل إذن عنده كلام الصديق هذا صح حتى لو أعاد الأب نفس الكلام لا عنده يسمع كلام الصديق أكثر من الأب اللي تفضلت فيه اللي هو السلوكيات اللي ممكن يواجهها الأب مثلا عندنا أهم ما يميز مرحلة المراهقة من السلوكيات سيئة أو ما يعرف يتفاعل معها الأب أو المربي اللي هو العناد العناد ليش؟ لأن إحنا قلنا من خصاصة أن هذه المرحلة العمرية تحتاج إلى تأكيد الذات شنو محتاج منه إحنا كآباء حتى نتعامل مع هذا المراهق لا نتدخل إحنا فيه اختيار كل شيء في حياته لابد أن إحنا نعطيه فرصة الاختيار وفرصة اتخاذ القرار شلون إحنا نعطيه فرصة الاختيار واتخاذ القرار؟ إذا تعلمنا من البداية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة اللي هو الانتقال للمرحلة الثانية على لغة الحوار ما بين الوالدين وما بين هذا الإنسان ككيان مستقل بذاته يختار أكله يختار لبسه لاختيارات البسيطة كل ما كبر تعددت الاختيارات صارت المجال أكبر إذن شنو بتختار تخصصك؟ وين تختار تطلع؟ وين تختار تسافر؟ إذن هنا بلشنا فيه أن نعزز عنده مهارات مهارة الاختيار، ترتيب أولوياته، تخاذ قراره متى يعاند هذا الإنسان؟ لما أبدأ أنا أفرض عليه قرار معين ما تروح معه هذا الصديق بس إذا حتى شافوا أن هذا من المصلحة تدرين الأهل دائما عندهم نظرة يعني إذا قالوا أن مثلا ما نبي البنت تكون هذه رفيجتها أو ما نبي الولد يكون هذا صديقة لأنهما شافوا شيء هنا هذا الإشكالية دائما لأن الأهل ما يقولوا لا تماشي فلان وأنت لا تمشي مع فلانة مجرد لأنهم ما يبونهم فيه شيء هنا المراحق يعاند يريد أن يتم مع هذا الصديق صحيح، ليس لدينا مقولة أسمها كلمة منوع مرغوب صحيح نحن لا نمانع بهذا الأسلوب بالطريقة المباشرة نحن لا نقول لا لا تمشي ونفرض من البداية أنا أمشي معه أنه لدينا ببادئ لدينا أسس، لدينا ثوابت، لدينا أخلاقيات نحن لا نفعلها في بيتنا، في بيئتنا الاجتماعية، في تربيتنا إذا لابد من انتقاء صديق يوافقك يوافقك فكريا، نفس بيئتك الاجتماعية، نفس عاداتك، نفس تقاليدك أنت لما تمشي معه تحس أن أنت تكمله أو أنت توافق هذه المبادئ والأخلاقيات لأن الصاحب ساحب في النهاية إذن نبدأ إحنا لما نتحاور نغرس في هذا الشيء نعطي المعايير لاختيار هذا الصديق إذا وجدنا أن هناك سلوكيات إحنا ما نرغب فيها في هذا الصديق يبدأ الأخذ والعطى، الحوار المقنع في نقد سلوك معين في هذا وليس شخصة إحنا ننقد سلوكه إذن انتصر مثلا المصلح لهذا الإنسان في هذا السلوك لأنه إذا أنت مشيت مع هذا الإنسان ومع هذا السلوك راح يقولون الناس نفس النظرة مدام هو وافق على سلوكه إذن هو نفسه إذن هو راح يعكس هذه المبادئ عليك إذا ما جرفك معها إذن الحوار المقنع راح يخليه أنه يختار أصدقاء صح راح يحاول أنه ينتقد سلوكيات ممكن يجدد حتى صداقات لكن ما نقول لا دكتور أمونة اللي قاعد يصير الحين مثل ما تفضلت يعني الأهل يدرون أنه والله بنتهم ولا ولدهم يعني قاعد يكبرون صحيح ومثل ما تفضلت يعني مستنى المراهقة واضح من 12 للبنت 13 للولد فهذا عمر هم المفروض يكونون يدرون الأهل أنه راح يصير عندهم مراهق صحيح في أهل ما يتهيئون نفسيا حتى قبل الله الطفل عندهم يوصل لهذه المرحلة هم فجأة ينصدمون أنه تغيرت سلوكياته قام يعاند ما صار مرتب كله قاعد بغرفته ما يبيسمع الكلام بعدين هم ينتبهون أنه أي أهل لأنه وصل لهذا العمر كسر ممكن عدم ثقافة الأهل واستعدادهم قبل دخول أبناءهم لهذه المرحلة ممكن تزيد المشكلة ويصير عدم التواصل والتفاهم بين العياذ هو سبب المشكلة أساس المشكلة أساس المشكلة ليش؟ لأن مثل ما تفضلت هي مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة مراهقة ورحة يعني إذا كنت أنا كأب أو كأم أو كمربي ما عندي دراية في هذه المرحلة إذن كيف أنا راح أتعامل معها أنت الآن هذا إنسان عالم بذاته كيف أنا أتعامل مع هذا الإنسان إذا أنا أجهل كيفية التعامل معه الآن الجهاز إذا إحنا شرينا جهاز إذا إحنا ما عندنا المانيول وما نعرف شلو نتعامل معه ما راح يشتغل الجهاز بين إيدنا أو راح نسي استخدام هذا الجهاز فما بالكم إنسان اللي راح يتأثر ورح يترتب عليه أشياء كثيرة تفضلتني الآن بذكر سلوكيات معين للمراهقة خلال حديثك الفوضوية وعدم الترتيب قد تكون العدوانية قد تكون السرقة قد تكون الكذب هناك الكثير من السلوكيات التي قد تظهر عند المراهقين ونحن نسيء التعامل مع هذا المراهق إذن إحنا محتاجين إلى فهم سبب وصول المراهق إلى هذا الشيء ليش إحنا وصلنا إن إحنا نخليه يسلك هذا السلوك وكيف إن إحنا نعالجه شفت لما إختي روح الطبيب نبدأ نقول للأعراض اللي فينا أحس وأحس بعدين هو يجمع المعطيات يبدأ يشخص الحالة ومن ثم العلاج نفس الشي الإنسان أبدأ أنا أعرف شنو الإضطراب اللي عنده أول شيء وين مشكلته هل فيه إضطراب الإضطراب طبعا النفسي اللي هي من المشكلة اجتماعية أنا لما أقول سرقة معناته هذا إضطراب سلوكي نشأ من إضطراب نفسي من الإضطراب النفسي من مشكلة اجتماعية قد يعاني من حاجة حرمان نقص والدي يمكن عندنا موذج سيئ من الوالدين وهو قاعد يقلده الفوضوية وعدم الترتيب هذا الإنسان قد يجد نحن تساهل الوالدين في التعامل مع هذا السلوك السيئ نعم نعم فهذه كلها أمور قد تشجع المراهق للاستمرارية في هذا السلوك نعم الموضوع كبير وما نقدر نحصره في لقاء أكيد دكتورة مونة لكن نحن الحرص أن أولياء الأمور در فهموا عيالكم وعطوهم الحب وهذه مثل ما تفضل هي مرحلة موجودة كل شكل لش دكتورة مونة القطان استشارية اجتماعية وتربوية تربوية